اتا ساعة صباحا أسابعت بتوقيت جرينيتش موجز أخباري يأتي حضراتكم من القاهرة أهلا بكم تتواصل أعمال القمة العربية الحادية وثلاثين في الجزائر بمشاركة الرئيس السيسي تحت شعار لم الشملة وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استقبل الرئيس السيسي لدى وصوله لمقر نعقد القمة ثم شارك الرئيس السيسي في فعاليات الجلسة الافتتاحية وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية في إطار حرص مصر على تدعيم أواصر علاقات التعاون والأخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة واستمرارا لدور مصر المحوري في تعزيز جهود دفع أليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة أكد الرئيس السيسي حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة في مختلف المجالات لدعم السلم والأمن الدوليين وخلال لقائه مع سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتريش على هامش مشاركته في القمة العربية بالجزائر أكد رئيس السيسي تقديرا مصر للتعاون المثمر والمتنامي مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية تغير المناخ مشيرا إلى استضافة مصر المرتقب للقمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ خلال الشهر الجاري وسعي مصر للعمل خلالها على تبني رؤية شاملة تتضمن احتياجات الدول النامية مع مراعاة قدرات الدول المتقدمة في ذات الوقت أكد الرئيس الأوكراني فلودمير زلينسكي أن الممر الإنساني المخصص لنقل الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود يحتاج إلى حماية ذات ثقة وطويلة الأمد وقال زلينسكي أن روسيا يجب أن تفهم بشكل واضح أنها ستتلقى ردا عالميا قاسيا على كل إجراءات يعيق عمليات تصدير أوكرانيا للأغذية وأنها مسألة حيوية لعشرات الملايين من الأشخاص اتهم نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدف ديف الدول الغربية بدفع العالم إلى حرب عالمية وأشار ميدف ديف إلى أن انتصار روسيا في عملياتها العسكرية بأوكرانيا هو الضمان الوحيد ضد نشوب هذا النزاع وأضف أنه في حال استرجاع جميع المناطق التي كانت تابعة لأوكرانيا فإن هذا يعد تهديدا لوجود روسيا الأمر الذي سيدفعه لاستخدام الرضع النووي قال الجيش الأكوري الجنوبي أنه أطلق ثلاثة صواريخ جو أرض باتجاه شمال حدوده البحرية مع كوريا الشمالية وذلك ردا على إطلاق كوريا الشمالية ما لا يقل عن عشرة صواريخ بما في ذلك صاروخه سقط على بعد أقل من 60 كم من ساحل كوريا الجنوبية أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ثقته في أن الشعب الأمريكي سيصوت مجددا للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في الثامن من نوفمبر الجاري وقال بايدن أنه واثق تماما في أن الشعب الأمريكي سيصوت مرة أخرى بأعداد قياسية كما فعل في عام 2020 مشيرا إلى أن بلاده تواجه مخاطر عدة أظهرت استطلاعات رأي تقدم الكتلة اليسارية في الدنمارك بزعمة رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة وذلك في مواجهة كتلة تضم اليمين واليمين المتطرف ويفتح هذا السيناريو المجال أمام فرضيات عدة بما في ذلك عودة فريدريكسن إلى رئاسة الوزراء حيث جددت مؤخرا الحديث عن إمكانية قيادتها للحكومة بتحالف بين اليمين واليسار مشاهدين ينتهى مجزوء التاسعة لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الQR كود أظهر على الشاشة شكرا جزيلا على طيبة المتابعة والآن عودة لاستكمال ما تبقى من فقرات في هذا الصباح مع زملائي في الاستوديو باسم وأمل تفضل